بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 33 لمجلس الوزراء الثلاثاء 15 عام 2023 قرار صادق مجلس الوزراء على الوجبة الثانية الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبلغ عدد المدراء الذين شملوا بالإجراءات 76 مديرا باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني 23059 لتقييم المدراء العامين حيث جاءت التقييمات كالآتي واحد ثلاث مدراء عامين أصاله نقل بدرجة أدنى أو إحالة على التقاعد حسب قرار 880 لسنة 1988 اثنياً اثمعاش مديراً عاماً وكالة أو تسيير أعمال إنهاء تكليف ثلاثة ثلاثة مديرين عامين أصاله تدوير أربعة مدير عام أصاله نقل إلى وزارة أخرى خمسة سبعة وخمسين مدير عام أصاله ووكاله إعادة تقييم بعد ستة أشهر وبهذا يكون مجموع المديرين العامين الذين تم تقييمهم في الوجبتين الأولى والثانية أربعمية واثنين وأربعين مديراً عاماً وأقر المجلس توصيات اللجنة التي نصت على تثمين جهود المديرين العامين الذين كانت تقييماتهم عاليةً وذلك بتقديم درع الإبداع والتفوق وكذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض استدامة عملية تقييم القيادات الإدارية على وفق البعايير والآليات المعتمدة وأيضاً إنشاء المركز العراقي للتمييز الحكومي ليكون مرجعيةً علميةً لمعايير الإداء الحكومي وتطويرها قرار الموافقة على الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الذي عقد في بغداد وتمت مناقشتها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بمناسبة يوم الشباب العالمي الخاص بعدد من القضايا الشبابية التي من شأنها دعم وإسناد الشباب وتمكينهم من القيام بدورهم في البلد قرار واستناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة أقر مجلس الوزراء نقل وزارة المالية ملكية قطعة الأرض المرقمة 72 على 11 متر مربع تلول النص ومساحتها 294 دونمن و18 أولكن التابع ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية إلى أمانة بغداد لإنشاء مجمع سكني وفقاً لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل قرار تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف واربعمية وسبعة وثلاثين لسنة 2023 بشأن سمات الدخول لزوار الزيارة الأربعينية بحسب الآتي جعلوا سمات الدخول للزوار من مواطني دول اليمن لبنان باكستان أفغانستان مجاناً من بداية شهر صفر حتى نهايته أيضاً إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني المرقم 23 ألف وخمسمية واثنين وأربعين لسنة 2023 بشأن مراجعة مشروع وزارة التربية رقم واحد العقدين 37 إلى 38 دعوة مباشرة 2011 بحسب الآتي أولاً رقم واحد عدم الموافقة على التنازل عن فرق البدلين 2- تحويل الأراضي المخصصة للمشروع إلى المحافظات مع بقاء تخصيصها لإنشاء المدارس على وفق محاضر أصولية ويتم التنفيذ على حساب الناكل 3- قيام المحافظات بإكمال تنفيذ المدارس في ضمن تخصيصاتها السنوية 4- تحويل الأموال المستردة إلى المحافظات بما يتناسب مع عدد المدارس 5- احتفاظ المحافظة بحقها في أي مشروع اتحادي للمدارس 6- لمجلس الوزراء إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات المتضررة من المشروع لإنشاء المدارس 7- قيام وزارة التربية بمتابعة إرجاع المبالغ المصروفة لشركة الفاو الحندسية العامة وشريكيها في تنفيذ العقدين المشار إليهما بالتنسيق مع شركة الفاو العامة مع مطالبة الطرف المسبب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بوزارة التربية نتيجة توقف المشروع ومحاسبة المقصرين ثانياً قيام وزارة التربية بتقديم موقف دقيق عن كل المشاريع الحالية لغرض دراستها والتوصي بشأنها تباعاً إلى مجلس الوزراء قرار إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقر ثنياً من قرار مجلس الوزراء 236 لسنة 2022 بحسب الآتي واحد إعمام جدول العناوين الوظيفية لحملة الشهادة الإعدادية التي لها وصف وظيفي على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة للعمل بموجبه عند النظر في ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية عند التعيين ابتداءً وبدون أثر رجعي مع مراعاة النصوص القانونية والضوابط والإعمامات الصادرة بشأن الحاصلين على الشهادة المذكورة آنفاً إثناء الخدمة على وفق القانون رقم 103 لسنة 2012 وقانون التعديل الأول لقانون رواتب موظف الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 وإعمام وزارة المالية اثنين إعداد الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة كافة وصفاً وظيفياً للوظائف ذات العناوين التي ليس لها وصف وظيفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ثلاثة تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً لتصبح كالآتي إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وصولاً إلى الدرجة الثالثة على أن لا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة وفي هذا الصدد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الجهات المتخصصة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وذلك لاستيعاب العناوين الوظيفية بما فيها عناوين ذوي المهن الطبية والصحية قرار وتلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها قرر مجلس الوزراء استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والقسم الثالث نفقات المادة 7 من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الفين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين استناداً إلى أحكام المادة 34 من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة المذكورة آنفاً إلى نهاية السنة الحالية في واحد وثلاثين كانون الأول الفين وثلاثة وعشرين قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 23 ألف أربعة وخمسين لسنة الفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي واحد منح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكاربون وعده عرضاً وحيداً استثناءاً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة الفين واربعة عشر بعد أن يدرس العرض دراسة تفصيلية من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط أو اللجنة الفرعية في الشركات النفطية أو كليهما وتخويل تلك اللجان بإجراءات التفاوض الفني والتجاري لتحقيق أعلى مصلحة مرجات وتضمين العقود فقرات التدريب لملاكات وزارتين النفط والبيئة على العمل بتشريعات واقتصاديات سندات الكاربون ويخول السيد وزير النفط صلاحية إقرار آليات عمل تكون ضرورية لسير العمل في إجراءات التفاوض والتعاقد وتسويق سندات الكاربون وأي إجراءات أخرى اثنين تخويل السيد وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء بحسب السياق العالمي بعد دراسة العروض من وزارة النفط وأقرارها ثلاثة تؤول عائدات خفض الكاربون إلى حساب تديره شركة تسويق النفط العراقية سومو أو إلى أي سلطة وطنية معنية تشرع فيما بعد ويعد إيرادا لخزينة الدولة أربعة إعطاء الأولوية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب ومشاريع الطاقة النظيفة الشمسية والرياح مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار قيام الجهات الحكومية كافة التي تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من هيئة الضمان الصحي باستقطاع مبالغ الاشتراكات من منسوبيها بشكل مباشر وإيداعها في حساب الهيئة المذكورة آنفا المفتوح لدى المصرف العراقي للتجارة على وفق القانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا قرار الموافقة على منح مكافأة مالية لموظفي الدولة والخريجين والطلب العاملين يوما واحدا بصفة موظف اقتراع لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ثمنطعش كانون الأول ألفين وثلاثة وعشرين وتصرف لهم بحسب الآتي واحد مية وخمسين ألف دينار للموظف في دوائر الدولة مع كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس مجلس الوزراء اثنيا ميتين وخمسين ألف دينار للفئات الأخرى قرار اقرار الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للحد من التلوث البيئي في العراق ألفين وثلاثة وعشرين إلى ألفين وثلاثين واعتمادها خارطة طريق لوضع الخطط والبرامج السنوية والخطة الخمسية والكلف المالية المطلوبة في إعداد الموازنة السنوية للوزارات وفقاً لما جاء فيها من برامج ضمن خطة العمل وللمديات الزمنية المحددة بعد أن تتم مناقشتها من قبل وزارتي التخطيط والمالية قرار تعديل القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمية وتسعة عشر لسنة ألفين وثلاثة وعشرين باستثناء مشروع نظام تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة من أساليب التعاقد المنصوف عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنياً لسنة ألفين واربعطعش بحسب طلب وزارة الداخلية وتخويلها بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع آنفاً قرار استثناء هيئة المنافذ الحدودية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة ثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنياً لسنة ألفين واربعطعش بشأن شراء أجهزة فحص الحقائب خلال الزيارة الأربعينية قرار وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره خمسمائة مليون دينار إلى وزارة الثقافة لسد نفقات فعاليات مهرجان الهيئة العامة للمسرح للعام ألفين واربع وعشرين شكراً ترجمة نانسي قنقر